مرة على خير لحد دلوقتي لانه ما تتوقعش الانطار امتى ممكن اللي عملته مبارح يتكرر النهاردة ما حدش يعرف الله اعلم ولكن كل التحذيرات يوم الجمعة تحذيرات كلها خاصة للوجه البحري ان يوم الجمعة هيكون طقس سيء للغاية يوم الجمعة النهاردة فيه تحذيرات شديدة لأهلنا وكل المحافظات شمال الدلتة تحديدا يخلي بقى لهم من يوم الجمعة الطقس هيكون صعب فمن بدري نقول لحضراتكم بعد الشيء يكون معنا الأرصاد كمان تقدر تقول لحضراتكم ايه اللي ممكن يحصل يوم الجمعة مش عايزين يتكرر اللي حصل مبارح مأسات مبارح اتمنى اتمنى قال لا تتكرر في اي مكان في مصر مرة تانية لازم يكون عندنا يا جماعة من بدري كده نهاردة مجلس وزراء كانوا بيتكلموا انه صعب ان احنا نعمل شبكة لتصريف المياه الامطار يعني عشان مرة ولا مرتين هنصرف ميتين تلتميت ربعمية مليار مبلغ ضخمة جدا محتاج مبلغ ضخمة خلي بالحضراتكم ده العشر من رمضان والعشر من رمضان وحاجة بتشوفه ده جزء تقريبا قريب من نهر النيل يعني انت بتتفرق كده الله هو نهر النيل راحل عشر اه انا بقول لك مبارح نهر النيل امتد الى العشر من رمضان كما تتابع حضرتك معنا الفيديوهات دي بتاع اللي هي مبارح ما كانتش عندنا طبعا ولكن بالحاول النهاردة نوريكم مجموعة فيديوهات جديدة من اللي حصل مبارح ومأساة عشان تعرف حجم المأساة ومعاناة المصريين مبارح في الشوارع ساعات امتدت لحد الساعة 11 بالليل وناس كلموني بعد الهوى بيقولولي ده احنا كنا في المطار لسه داخلين بيتنا دلوقتي نازلين مطار الساعة 6 وداخلين بيتنا في مصر جديدة ساعة 11 بالليل عاديين خمس ساعات من مطار لمصر الجديدة يعني لو كان الوضع كويس كانوا ياخدوها ماشي اسهل قاد الوضع في العشر من رمضان مدينة ناصر المأساة الكبرى كانت بالامس في مدينة ناصر تتحول الى برك والى انهار والى بحيرات والى يعقادي عباس العقاد في المنطقة قبل عباس العقاد كده المنطقة شايفين حضراتكم الوضع الديه كان مدينة ناصر مبارح صعب جدا اليوم كان على الناس طبعا زي ما بقولي حقاكم الامطار والوضع والشوارع واستعدادتنا كانت ايه وكنا عاملين تطهير ولا مش عاملين عندنا مخطط لشبكات الصرف ولا ما عاملناش عشان نصر في الامطار نستفيد كمان بالامطار 650 الف متر مكعب مية لنزلوا مبارح مهم كنا نستفيد بيهم هل استفدنا ولا ضاعوا راحوا خلاص زي ما حاجات كتير ممكن تروح الوضع زي ما بقوليكم مدينة ناصر مبارح هي اللي كانت اكثر تضررا زي ما حالكم بتشوفوا كده ولكن الوضع بيتكلموا عليهم الجمعة ربما يتفوق على اللي حصل مبارح الجمعة تحديدا شمال فيه دلتا يعني محافظات شمال مصر هتكون تتعرض لطقص صعب جدا يوم الجمعة ولكن زي ما بقوليكم اللي حصل مبارح كان الامور صعبة جدا وانه اهو شرق القاهرة بعض المناطق المختلفة شرق القاهرة بما تعنيه كلمة شرق القاهرة قاد الوضع اللي كان في شرق القاهرة والامطار والغزيرة التي ساقطت لمدة ساعة ونصف مبارح وتأثيراتها امتدت لحد النهاردة جاء الوضع النهاردة افضل كثيرا يمكن الاجازة ساعدت كتير الوضع في الشوارع كمان وعايز اقول لكم ناس كتير مرحتش تشغل النهاردة يعني ناس كتير خدوها من قصرها تعبوا مبارح فقال لك مش راحين بنقص يوم نقعد في البيت النهاردة والشوارع النهاردة كانت لطيفة جدا يعني الزحام بسيط مش الايام العادية زي ما بقول لكم الناس خافت فريحوا اجازة مش نقصين اللي حصل معنا مبارح ساعات الطويلة وحالات الانسانية مبارح الاطفال الناس والله صعبوا عليك اطفال وكل الناس صعبوا عليك لنه محدش بيستحمل يقعد في عربية سبع تمن ساعات صعبة محتاج على الاقل لا يدخل حمام على الاقل يعني فالله يكون فعون الناس مبارح اللي كانت المعاناة بتاعتهم بصراحة وتعبوا كتير جدا ولكن زي ما بقول لكم كان يوم على الجميع صعب والنهاردة زي ما بقول لكم ان احنا يعني بنحاول بقال طبعا اللي حصل مبارح كان لي السوابق كان لي السوابق عندنا شبكة الموية ديت او شبكة الصرف ديت بقالها اكتر من سبعين تمانين سنة يمكن ميت سنة كمان تكلم فوق السبعين تمانين سنة غيرناها هل اتغيرت انا بس السؤال والله هل تم تغيير الشبكة دي لموجودة في القاهرة يعني القاهرة دي ما تعاملت الشبكة دي هل هي هي انا بقول لك اهو هي نفس الشبكة نفس الشبكة والمعساة بتاعت كل سنة كانت سنة فاتت برضو واللي قبلها ومن ساعة مباينة موجود هي هي نفس المعساة تيجي شوية مية يغرقوا الدنيا شوية مية يوقفوا مصر يعملوا ارتباك مرة في التجمع الخامس مرة في مدينة نصر مرة مش عارف في وسط كده هذه هي القاهرة طيب هل الامر ده يتطلب ان احنا نعدل نعمل حاجة يعني ولا احنا هنفضل كده كل ما تجينا شوية مطرة يعملون الازمة دي وعايز اقول لحضركم اللي حصل امبارح الناس هي اللي دفعت التمن شعب يعني محدش دفعت التمن لا حكومة ولا محليات ولا حد المواطن هو صاح التمن اللي دفع امبارح تمن غالي تمن غالي تلج نزل امبارح في العشر مرمضان تلج تلج نزل امبارح الناس ما يشيبوا عرباتهم امبارح خفهم الدنيا وقفة وخفهم زي ما اشايف حضرك اهو التلج تلج في العشر مرمضان والناس بيصوروا بتريفوناتهم هم مسايقين اده هو كان عندهم مشكلة انه لانه ممكن التلج ممكن يكسر الازاز يعمل ازمة كمان ليهم واه هو قدام حضرك التلج في العشر مرمضان امبارح كان الوضع زي ما بقولك صعب للغاية العشر تاتا 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 لحد ما تنصل بيتك خلي بالك اللي جاي من العشر مرمضان امبارح عشان يدخل القاهرة دخلها الفجر دخل القاهرة الفجر ده طريق العشر وزي ما بقولت لك طريق العشر تحول يا جزء من نهر النيل على الامطار والعشر طبعا الطريقة الاسمعيلية طبعا الراحل العشر مرمضان يوصلك تعمل ايه في العشر والناس الرجع خليوا بالكو كمان مع عودة العشرات الالاف من المصانع العشر في رمضان قلعة صناعية ضخمة فيها اكتر من بتاع تلتميت ربعمائة الف ويمكن نص مليون بيشتغلوا في العشر من رمضان تخيل العدد ده مع التوقيت خطول الامطار والناس ترجع بيوتها مع فيه جامعات في هذا المكان جامعات فيه جامعات خارجة من ناحية الشروق ناحية العاشر ناحية العاصمة الادارية الجديدة كل ده من بيخرج في وقت واحد اتجمع في المنطقة دي يعني الله يكون فعول الناس مبارح مبارح انا واحد من الناس ماردش يروح بيتي مبارح انا شخصيا ماردش يروح دنيا مقفئولة اضطرية تشوف اي مكان اقرب مكان تقضي فيه ليلة هتعمل ايه يعني ما فيش مرواح طيب تروح توصل الساعة كام عشان ترجع الساعة كام قلت رحكوا قبل الهواء كنت متوقعة ده بس ما كنتش متقيل انه الطرق مغلقة مقفولة بالعربيات طبعا وحوادث كتير وناس عربيات كتير وقعت وقعت حصل انجراف لعادة كبير جدا من العربيات امبارح على اقل في الطرق اللي هي بيتم الصح او كذا كتير من العربيات امبارح تعطلت الناس امبارح دفعت تمن غالي كنت اتمنى النهاردة كنت اتمنى بصراحة مجلس وزراء النهاردة في الاجتماع بالرئيس الدكتور مصطفة مدبولي يقدموا اعتزار للناس اعتزار لطيف يعني يعني احنا اسفين يا جماعة شعب المصر امبارح اسفين على وجع البكو كنت اتمنى يطلع النهاردة في البيان كلام واضح للناس كنت منتظرها والله